النادي الاهلي الغيبين كل العيبة موجودة مع عودة رمضان الصبحي واحمد حجازي وصبر الرحيل التلاتة اللي كان عندهم انذارات وتم ايقافه مباراة الاخيرة عادوا مرة اخرى لتشكيلة النادي الاهلي وهيكون في مفضلة بكرة ما بين وليد سليمان يبتدي ولا رمضان الصبحي شوف مارتين يول بقى وفكره هل اللي غلبه والعبه زي ما بيقولوا يعني اللي بلعب بيه وبغلب بيه اكمبل بيه واللي ركب خلاص التاني يستنى فممكن وليد يبتدي ساعتها لا اصلا رمضان لعيب اساسي اصلا رمضان لعيب مهم ارجعه تاني مكان واقعد وليد كل شيء ممكن في كرة القدم لكن الاقرب للتشكيل الماتش ودي دجلة هو نفس التشكيل اللي لعب بيه الماتش اللي فات يعني ممكن رمضان يقعد على دكة البودلاء ما يبتديش بيه حسام عشور بس هو هيكون مكان حسام غالي في الظل بقى احمد فتحي هو بيلعب في البكريت وبيجيت في الحتة دي هل ممكن يحطه في نص الملعب حسام عشور وعمر السلية ممكن هما هيكونوا الاتنين موجودين في نص الملعب ده اللي هنشوفه ان شاء الله بإذن اللي الماتش اللي جاي حسام غالي مش موجود احمد الشيخ عنده نازلة برد جديدة مش موجود جون أنطوي موجود ولكن نادي الأهل إيجاب حوالي 22 لعب يعني فيه أكتر من أربع لعيبة بما فيهم حارس مرمى يعني ثلاث لعيبة وحارس مرمى هيتلعوا بره القايمة استعدادة لمبارات ودي ديجلا وانتعارفين أن ودي ديجلا هيفتقد أيضا نجمه وهدافه ستانلي بعد ما تم طرده المبارات اللي فاتت أمام سموحة